الحرب السعودية على اليمن العدوان السعودي على اليمن الحرب العبثية السعودية على اليمن السعودية تقصف الشعب اليمني السعودية تعتدي على الشعب اليمني العبارات يغيرها عزيزي المشاهد هي تصورات مطروحة اعلاميا وسياسيا في توصيف دور السعودية في اليمن فهل التوصيف صحيح ولا خاطئ؟ ولو كان خاطئ فيترى ايه التوصيف الصحيح للدور السعودي في اليمن؟ لذلك أي حد عايز يعرف حقيقة الدور السعودي في اليمن وإيه هو الوصف الحقيقي للدور ده بالدليل الواقعي الملموس والموثق على الأرض فهو مدعو أنه يشرفني بمشاهدة الدقاء اللي جاية السلام عليكم مصطلح الحرب العبثية اللي استخدمه جورج قرداحي عن الوضع في اليمن أثار الإعلام والسوشيال ميديا ما بين مؤيد ومعارض التوصيف ده مجاش من فراغ قرداحي استعمل مصطلح الحرب العبثية في توصيف الوضع في اليمن بأصد وبشكل مباشر أنه يصور الدولة السعودية على أنها معتادية على الشعب اليمني وأن الحوثي بيدافع عن نفسه وعن الشعب اليمني ضد العدوان السعودي ما بينقسين قرداحي ذات نفسه قال الكلام ده في نفس المقابلة أي وقرداحي قال أن الحوثي بيدافع عن نفسه وعن الشعب اليمني ضد اللي اعتبره قرداحي اعتداء سعودي على اليمن تحت مسمى حرب عبثية وخصوصا ان قرداحي قال في مؤتمر الصحفي انه ضد الحروب العربية العربية وده كلام بيتبت ان قرداحي بيصورها انها حرب ما بين عموم الدولة اليمنية وشعبها وجيشها وما بين الدولة السعودية اللي اعتبرها قرداحي معتادية على اليمن وقبل ما اتبت لحضراتكم عدم صحة التصور القرداحي ده لازم ننوه لحاجة مهمة حنعرف اهميتها بعد شوية وهو ان التصور ده متماشي مع اللي بيطرحه اعلام المحور الايراني في المنطقة العربية وحلفائه وجورج قرداحي سبق واعترف انه منتمي للمحور ده ولا شك ان اسبابه طائفية واقلاوية وسياسية يسارية بتجري في دمه مش بيخبيها قرداحي ذات نفسه تعالوا دلوقتي نتكلم عن الوضع الحقيقي لليمن ومن خلاله هنعرف دور السعودية الحقيقي هناك ومعاها التحالف العربي كمان كتير من العرب ما يعرفوش حقيقة الوضع اليمني حاليا غير انها حرب شنتها المملكة العربية السعودية على اليمن وعلى الشعب اليمني ايوة هي دي الصورة اللي تم زرعها لو صح التعبير في عقول الكتير من العرب من خلال ضخ اعلامي قوي جدا ممول بالمليارات الاعلام ده عبارة عن عشرات القنوات الفضائية واليوتيوبية وحسابات تويترية وصفحات فيسبوكية بالاضافة لاعلاميين بيشتغلوا لحساب اعلام دولة وظيفية متحلفة من ربع قرن مع محور ايران الشريفة ما بينقسينه زي ما سماها مسؤول من الدولة دي ضد المحور العربي بشكل واضح وصريح طبعا ده بالاضافة للاعلام التابع لايران والنطق باللغة العربية واللي بيتخفى ساعات تحت عباقة العربة وساعات تحت عباقة الاسلام ما ننساش معاهم الاعلام الغربي اللي زرع الصورة دي كمان لصالح الاجندات الغربية علشان يضغط من خلالها على المملكة العربية السعودية والمحور العربي لصالح ضمان بقاء نفوز ايراني في المنطقة العربية لان النفوز الايراني في المنطقة العربية مطلوب للغرب لان النفوز ده هو من ادوات تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الجديد اللي بيهدف لتأسيم الدول العربية وادخالها في نفق الصراعات الدينية وده حيأخذ المنطقة للانهيار التام وهو المطلوب بقوة وطبعا انا مش محتاجي ان نقدم لكم دليل على ده فتقدروا تشوفوا بعينكم الوضع في سوريا ولبنان والعراء من خراب وتأسيم وضمار بسبب النفوز الايراني هناك وهو النفوز اللي سهله الغرب بشكل مباشر واليمن وهي موضوع ومحور حديثنا النهاردة مشمولة طبعا بالكلام ده وبكده وبعد الشرح اللي فات اللي كان ضروري ولابد منه نرجع للحالة اليمنية وحييت وصفها الصحيح علشان نعرف هل هي حرب عبثية ام هي حرب وجود تعالوا يا سادة باختصارة أقول لكم حكاية الوضع في اليمن يا سادة لما وصل ما يسمى بالربيع العربي لليمن تم التسوية سياسية واتفاق بين كل الأطراف اليمنية المؤثرة على الساحة السياسية برعاية السعودية التسوية والاتفاق كان من ضمنه جماعة الحوثي ذات نفسها اللي حضرت وفقت ووقعت على التسوية والاتفاق وده نقطة مهمة جدا أرجوكم خلوا بلكم منها كويس جدا تمت التسوية دي وتم التوافق على أساس أن عبد الرب ومنصور هادي يكون رئيس توافقي لليمن لحد ما يستتب الأمر وأن الجميع يشتغلوا على تهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات التسوية دي اللي قامت بها السعودية ضمنت لليمن الاستقرار السياسي نسبيا بعد الربيع العربي وضمنت عدم إراقة دماء اليمنيين زي ما حصل في سوريا وفي ليبيا كتبعيات طبيعية لما يسمى الربيع العربي ولكن وخدوا بالكم من ولكن دي ولكن إيران ما قابلتش إن هي تطلع من المولد بالحمص وتخرج من اليمن فضية بعد الربيع العربي فالاترابات والفوضى اللي بتعقب الثورات في أي دولة عربية هي أفضل فرصة للنظام الملالي في طهران علشان يبسط نفوزه في الدولة دي علشان يحقق غياته الطائفية التوسعية وافتكروا إزاي إيران استغلت الوضع ده في سوريا وبسطت نفوزها هناك علشان كده قامت إيران عن طريق جماعة الحوثي اللي بتسمي نفسها جماعة أنصار الله واللي من المعروف إن هي بتتبع إيران سياسيا وعقائديا قامت إيران بالتدخل في اليمن لبسط نفوزها واحتلالها فأوعزت لجماعة الحوثي إن هي تنفذ انقلاب على الشرعية اليمنية وعلى التسوية والاتفاق اللي ثبق للحوثي وشارك فيه بالتحالف مع رئيس اليمن السابق علي عبدالله صالح المخلوع من الحكم مستغلين طموحه وطمعه بالعودة للمشهد السياسي فقام علي عبدالله صالح بتسليم سلاح ومعدات معسكرات الجيش اليمني اللي كانت لسه موالية له سلمها الجماعة الحوثي وأوعز لقيادات الجيش اليمني الموالية له بإنها تحارب تحت قيادة جماعة الحوثي وحط طقل كله ورى جماعة الحوثي وإيران متأمل إنه حيحصل على حاجة أو إنه حيرجع للسلطة والحكم وطبعا علي عبدالله صالح لما حط بيده كله في سلة الحوثي وإيران فهم متأخر إنه خاب مسعاء وإنه سلم اليمن وسلم رقابته وليهم وإنه مش حيحصل على أي حاجة وإنه أصبح مجرد كبر الإيران للسيطرة على اليمن ولما حاول يصلح غلطته وقامت جماعة الحوثي بتصفيته وقتله شر قتله المهم إن جماعة الحوثي بقت مسيطرة على المعسكرات بتاعت الجيش اليمني بما فيها من عتاد وأفراد اللي سلمها لهم علي عبدالله صالح وابدع مع أسكري إيراني وخبرات إيرانية على أرض الميدان قادت جماعة الحوثي عملية انقلاب على الشرعية اليمنية وقامت باحتلال صنعاء ومحافظات ومناطق يمنية كثيرة ووصلت لحد جنوب اليمن وبسطت نفوزها واحتجزت الرئيس اليمني عبدالرب ومنصور هاتي قبل ما يهرب منهم ويلجأ للسعودية باختصار انقلبت جماعة الحوثي على التسوية السياسية اللي توفقت هيزت نفسها عليها من ضمن بقية الأطراف اليمنية وقررت إن هي تحتل الأراضي اليمنية لصالح إيران ولصالح المشروع الفرسي في المنطقة بشكل مباشر وصريح فما كان من اليمنيين الشرفاء وشرفاء اليمن اللي رفضوا الولاء للحوثي أو علي عبدالله صالح ومعهم الفئات الشعبية اللي شكلت لجان مقاومة قاموا كلهم برفض سياسة الأمر الواقع اللي حاولت إيران فرضها على اليمن وقرروا إن هم يخوضوا الحرب لتطهير اليمن العربي من الاحتلال الفرسي ووكيلوا في اليمن جماعة الحوثي وهنا عزيز المشاهد أرجو الانتباه منك الوضع الحد اللحظة اللي بنتكلم فيها هي حرب ما بين اليمنيين ما بين يمنيين رفضين للمشروع الإيراني وما بين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واللي معاها من مخلفات علي عبدالله صالح من قيادات عسكرية سابقة اللي باعوا ولقهم لإيران على حساب اليمن إذن هي حرب يمنية يمنية أيوة حرب يمنية يمنية لحد دلوقتي وهنا ولإنقاذ اليمن من المشروع الإيراني ولحماية خاصرة السعودية من تواجد إيراني على الحدود الجنوبية للسعودية شكلت السعودية تحالف عربي لدعم واخدين بالكم لدعم الجيش اليمني الشرعي ولجان المقاومة واليمنيين الشرفاء الرافضين لتسليم اليمن للمشروع الإيراني وبالتالي أعتقد أن الصورة بقت واضحة نوعا ما قدامكم الصورة هي أن السعودية ومعها التحالف العربي بيدعموا بيدعموا واخدين بالكم أنتم بيدعموا يمنيين على الأرض اليمنية في معركتهم ضد ميليشيا الحوثي اللي بيحارب على الأرض اليمنية الشعب اليمني فاللي بيحارب هم اليمنيين بيحاربوا الحوثي علشان يترضوا من اليمن أو يوقفوا الولاء الحوثي للمعسكر الفلسي اللي بيحارب على الأرض هو الشعب اليمني والجيش اليمني ما تقدمه السعودية هو دعم وليس حرب الجيش السعودي والتحالف العربي غير متواجد على الأرض اليمنية ولذلك وكخلاصة للكلام يا سادة يا كرام احنا قدامنا طرفين على السحة اليمنية الحوثي وحلفاءه مدعومين عسكريا من إيران ومدعومين إعلاميا وماليا من دولة وظيفية معروفة بالإضافة للدعم السياسي والتغطية الإعلامية الغربية اللي بيحظى بها الحوثي والطرف الثاني هو الشرعية اليمنية والجيش اليمني وحلفاءه مدعومين من السعودية اللي بتقود التحالف العربي لتحرير اليمن من الاحتلال الحوثي الإيراني وعلشان تحمي نفسها من تواجد إيراني على حدودها الجنوبية علشان كده لما يجي حد يقولك إن هي حرب عبثية أو يصورها لك على إنها عدوان سعودي على الشعب اليمني أو ما شابه ذلك فاعلم يا سيد الفاضل إنه بيقدم لك تصور كاذب وغير حقيقي لأنه تعمد إهمال حقيقة إن الجيش اليمني الشرع في اليمن ولجان المقاومة هم اللي بيحاربوا الحوثي على الأرض علشان ما تقعش بلدهم في إيد إيران والسعودية والتحالف العربي بيدعموهم في حماية وتحرير بلدهم محدش يقدر ينكر الوجود والنفوذ الإيراني في اليمن ودوروا في تحريك الأمور على الأرض اليمنية ومع ذلك قرداحي وإعلام محور إيران ومعهم إعلام النظام السوري وإعلام حزب الله والمتحالفين معهم من إعلام الدول الوظيفية وأصد هنا قطر بكل تأكيد بيقوموا بتغطية الحقيقة والتشويش على العقل العربي علشان ما يشوفش إيران الفارسية واعتداءاتها على الشعب اليمني وعلى دولة اليمن العربي لأنهم عايزين العقل العربي يشوف السعودية وكأنها بتعتدي على الشعب اليمني لذلك من يسميها حرب عبثية أو ما شابه من مصطلحات هو شخص من اتنين شخص غافل تم ترفيله وإغفاله عن الحقيقة أو شخص موالي لمحور إيران عقائديا أو فكريا لسانه عربي ولكن قلبه أعجمي عاشق لعبودية الفرس أتمنى أن الصورة تكون واضحة وتوصل أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته